نمرة أربعة أعتقد يمكن هاي مهمة كتير بالنسبة لإلنا أذكر الموت الكفاري والبدلية شو بتقصد بهذا الموضوع؟ حقيقة أن الرب يسوع وصانا وصايا كتيرة لكن خلى وصيتين غالين جدا ألهم في الليلة التي أسلم فيها ودائما في الحقيقة الوصايا اللي الواحد يقولها قبل ما يموت بتبقى وصايا غالية يعني لو أنا والدي قبل ما يموت فيه أو في اليوم اللي ما يموت فيه قال لي خلي بالك من والدتك خلي بالك من ماما أنا ممكن أنسى كل الوصايا اللي قال لي بابا في حياتي بس أولده قبل ما يموت قال لي حط ماما فانيك فالرب يسوع قبل ما يموت في الليلة التي أسلم فيها قال لنا وصيتين واحد منهم حبوا بعضك وصية جديدة أنا أعطيكم أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا والوصية الثانية المفروض نتذكرها قال اصنعوا هذا لذكري عملنا يعني فريضة أو طريقة نتذكر بها الموت الكفاري والبدلية اللي هي بتسمى في الكتاب قصر الخبز فريضة العشاء الرباني في ناس بيسموه التناول أين كانت المسميات فربنا بيقول لنا من خلال هذه الفريضة اصنعوا هذا لذكري هأرى ما حضرتك آيات من رسالة كورنسوس الأولى فيه طبعا في الأناقيل لما الرب قال لهم اصنعوا هذا لذكري لكن الأهمية هذا الموضوع طبعا أن الرسول بوليس أيام المسيحة على الأرض ما كانش تلميذ فلا أهمية هذا الموضوع الرب يسوع مش خلي حد من التلميذ قال لبوليس الموضوع ده وشرحه له لكن في كل سؤولة حداشر ده من آية 23 يقول لأني تسلمت من الرب شخصيا ما سلمتكم أيضا أن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزا وشكر فكسر وقال خذوا كل هذا هو جسدي المقصور لأجلكم اصنعوا هذا لذكري أو تنسوني اكتمعوا من حولي وإصنعوا العشاء الرباني وإصنع قصر الخبز وفيها تأملوا إزاي أن الخبز ده فيه إشارة وتذكروا فيه قصر الجسدي على الصليب وكمان تاخدوا الكأس اللي تتذكروا فيه دمي المسفوك من أجلكم على الصليب أذكر الموت الكفاري والبدلية ما عليش أخ باسم ممكن بس نبلور أكتر على الفكرتين فكرة الموت الكفاري والبدلية إيه المقصود بهذا الموضوع أقصد الموت الكفاري يعني بموته كفر عن خطيانا وكلمة كفر بيقولوا أنها جاي من كلمة غطاء فوهو كفارة زي ما يقول رسول الحنى في رسالته الأولى صحة 2 إن أخطأ أحد فلن نشفيه عندي الأب وهو كفارة لخطيانا فبموته الكفاري يعني كفر عن الخطيانا وغطى خطيتنا غطى سطر غطى سطر البدلية عايزة أقول أني ومين كالمفروض يموت؟ أنا مين كالمفروض يصلب؟ أنا مين كالمفروض؟ تقع عليه دينونة الله؟ أنا فبقصد بالبدلية أنه مات من أجلي أنا بولوس قال كده ابن الله الذي أحبني أنا وأسلم نفسه لأجلي تخصيص موت المسيح باعتباره مات من أجلي أنا ورسول بولوس بيستمر بقول لأنكم كلما أكلتم من هذا الخبز وشربتم من هذه الكأس تخبرون بموت الرب إلى أن يجيه ما ده التحريد؟ ده التحريد أني أنا لما أتذكر موت المسيح أذهب كمان مش بس عن طريق هذه الفريضة أذهب كمان أقول للناس يا جماعة دهنا النهاردة اتذكرت موت المسيح والمسيح مات من أجلي ومن أجلكم وفيه تحريد كمان تاني عن حياة القداسة العملية لأنه بيقول لهم أي من أكل هذا الخبز وشرب هذا الكأس بدون استحقاق يكون مجرما في جسد الرب ودمه فإحذر وإنت رايح تصنع هذه الزكرة أنك لا تكون مجرم في جسد الرب ودمه وبالتالي هنا تحريد على حياة القداسة تحريد أخبر تحريد أني أنا كمان أفحص نفسي وأتوب عن خطيئة وأتقدم عشان أمارس هذه الزكرة المباركة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة